دخلت مفاوضات جنيف السورية مرحلة حرجة مع اعلان الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة وقف المفاوضات لحين سماح السلطات السورية بإيصال المساعدات ورفع الحصار وأطلاق المعتقلين ووقف القصف العشوي ليس الامر مرتبطا باستمرار القتال في حلب واستمرار الحصار المفروض على مدن وبلدات كما قالت المعارضة بقدر ما هو مرتبط بالهوة الكبيرة التي تفصل بين الطرفين المفاوضين ورؤيتها للحل السياسي المنشود لتؤكد أن الهدنة بسوريا انتهت وعلى المبعوث الاممي ستيفان ديمستورا التوجه إلى مجلس الأمن المعارضة ترفض أي تسوية لا تبدأ بتشكيله هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة ويصيغة تم تجاوزها في القرار الاممي لكن دمشق ترفض الحديث عن مناقشة مصير الرئيس بشار الأسد على طاولة المفاوضات فضلا عن رفضها هيئة الحكم الانتقالية ذات الصلاحيات الكاملة وتريد استبدالها بحكومة وحدة وطنية وفق الدستور الحالي إلى ذلك اتهم رئيس الوفد الحكومي السوري إلى محادثات السلام بشار الجعفري السعودية وتركيا وقطر بإبشال محادثات جنيفة وذلك عقب إعلان معارضة الرياض تعليق مشاركتها الرسمية فيها مؤكدا أن المعارضة ليست مستقلة في قرارها في المقابل صرح الناتق الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن المنظمات الإرهابية تحاول السيطرة على عدد من المناطق في سوريا الأمر الذي لا يمكن السماح بحصوله داعيا إلى متابعة المفاوضات في جنيف معتبرا التفاوض شرطا أساسيا للتسوية محمد فاضل بلاد الفضائية ترجمة نانسي قنقر